اشتركوا في القناة لتصل الى نحو 496 مليار جنيه مقارنة ب397 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي مع استمرار تنفيذ قرارات العلاج على نفقة الدولة دون الغاء عقد المهندس احمد سمير وزير التجارة والصناعة جلسة مباحثات مع نظيره الروسي على هامش مشاركتهما بمنتدى سان بوترسبرغ الاقتصادي الدولي لبحث عدد من ملفات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيز العلاقات الثنائية على مختلف الاصعضة واكد وزير الصناعة ان اللقاء استعرض مستجدات التصديق على مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر حيث تمت الموافقة على احالة تعديل الاتفاقية الى مجلس النواب تمهيدا لتصديق الرئيس السيسي عليها مشيرا الى حرص الحكومة على تقديم كافة اوجه الدعم لتسهيل تنفيذ مشروع المنطقة الصناعية الروسية في مصر عقدت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي اجتماعا مع وزير النقل والتنمية الرقمية الاذري لبحث ترتيبات عقادة دورة السادسة من اللجنة المشتركة المصرية الاذرية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني ووفق الجانبان على قيام الوزارتين بمتابعة تنفيذ مجالات التعاون التي تم الاتفاق عليها اثناء الزيارة لتحويل التعاهدات الى نتائج حقيقية على ارض الواقع هذا بالاضافة الى انهاء التفاوض على مختلف مشروعات الوثائق المقترحة بين الجانبين المصري والاذري عقد المهندس كامل الوزير وزير النقل سلسلة من اللقاءات مع وزيري النقل في الامارات وروسيا ونائب وزير النقل الصيني لبحث تدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة والتعاون في توطين صناعة النقل جاء ذلك على همشي مشاركته في الاجتماع الاول لوزراء النقل لدول تجمع البريكس المنعقد بسان بوتروسبرغ بروسيا تناول اللقاء مناقشة اخر المستجدات الخاصة بعدد من المشروعات الاستثمارية المشتركة وكذلك بحث المستجدات الخاصة بمشروع مذكرة التفاهم المشترك بين الجانبين في مجال النقل البحري والموانئ والسلامة بين مصر ودولة الامارات والمخطط توقيعها خلال الفترة القادمة اشتركوا في القناة